أكد صاحب أسم الملكي الأميل وليد بن طلال بن عبد العزيز السعود رئيس مجلس إدارة شركة المملكة القابضة ومالك قناة العرب أن إطلاق قناة العرب الإخبارية سيكون يوم الأحد الأول من فبراير المقبل جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي ترأسه الأستاذ فهد سيكيت رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لقناة العرب الإخبارية والأستاذ جمال خاشقجي مدير عام قناة العرب الإخبارية تخلى له شرح كامل عن القناة والتجهيزات الفنية والإدارية ولمحة عن البرامج التي ستعرض على شاشتها بالإضافة إلى جولة حصرية في استوديوهاتها وستكون قناة العرب قناة إخبارية على مدار 24 ساعة تبث باللغة العربية للمشاهدين في جميع أنحاء العالم وستتميز القناة بتقديم الأخبار والمعلومات الصحيحة وبطرح ومناقشة الحلول للتحديات التي تواجه المنطقة حيث ستستقطب آراء المختصين وستقدم برامج إخبارية حوارية وستهتم بآراء متابعيها عبر وسائل التواصل الاجتماعي وتضعها في قالب جديد ومبتكر يتناسب مع تطلعات المشاهد العربي وعبر اتفاقية التعاون الحصرية مع بلومبارك ستعنى العرب بتقديم آخر وأهم مستحدثات قطاع المال والأعمال العربية والعالمية كما ستطلق باقة متكاملة من البرامج التي تغطي السياسة والمجتمع والسفر والرياضة والفن ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر